يعمل متطوعون منذ أيام بواسطة المصاف والمناخل على جمع ملايين الكرات البلاستيكية الضقيقة التي سقطت من سفينة حاويات في كانون الأول ديسمبر الفائت واشتحت شواطئ الشمال غرب إسبانيا متسببة بعاصفة سياسية تشتح هذه الكرات البيضاء الصغيرة شواطئ غاليسية منذ سقوط ست حاويات في البحر في الثامن من كانون الأول ديسمبر من سفينة تجارية ترفع العالم الليبيري في طريقها بين الجزيرة الخضراء وروتردام تنظم هذه المبادرات من جانب منظمات بينها علماء البيئة في العمل وعلنت السلطات الإقليمية التي تتمتع بصلاحيات واسعة في إسبانيا حشد مئتي شخص للمساعدة في عملية التنظيف بعد اتهامها بالتقاعص عن العمل وغالبا ما تبتلع الحيوانات البحرية هذه الكريات وبالتالي يمكن أن ينتهي بها الأمر في طعام الإنسان تعد شواطئ بلديات فيغو وبونتيفدرا وموروس ونويا وحتى فرول ولا كورونيا الأكثر تضرورا جراء هذا الوضع ولكن عثر على كريات دقيقة أيضا في المناطق المجاورة